هناك سؤال آخر تقول دكتور هل من الممكن تطور الحالة النفسية للأسوأ عند ترك الدواء ترك منظم في حالة مرض تقلب المزاج أو ثناء القطب الدرجة الثانية هل من الممكن تطورها للدرجة الأولى؟ شكرا جزيلا أختي ندات طبعا الإجابة هي نعم حتى لو ترك الشخص الدواء بطريقة منتظمة وحسب استشارة الطبيب هناك احتمالية أنه يصير عند المريض انتكاسة جديدة وخاصة في مرض ثناء القطب لأنه مثل ما نعرف مرض ثناء القطب هو مثل مرض الفصام مرض مزمن ويتميز بوجود انتكاسات وفترات من التحسن فلذلك أنه نعم ممكن أنه هذا يصير إذا ترك الدواء وكان عند ثناء القطب هل من الممكن أنه ثناء القطب الدرجة الثانية يتحول إلى الدرجة الأولى؟ هذا شوية يعني أخلي أشرحها للناس يمكن اللي ما يعرفون كثيرا عن الدرجة الثانية والدرجة الأولى بثناء القطب بس هذه يعني احنا ما نستخدم هذه المصطلحات والله ببريطانيا ببريطانيا احنا نستخدم الـ International Classification of Disease اللي هو الـ ICD-10 هذا النظام التصنيف المعتمد من منظمة الصحة العالمية هذا ما يصنف المرض ثناء القطب على أساس أنه درجة أولى أو درجة ثانية أو type 1 and type 2 يصنف أنه مرض ثناء القطب يأما أنت عندك اكتئاب والاكتئاب بدرجات أو يأما أنت عندك مينيا أو هوس أو اتفاع بالمزاج عندك وهم بدرجات أعتقد النظام الأمريكي الـ DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual يقسم الثناء القطب إلى درجة أولى وثانية الدرجة الثانية حسب علمي وأرجو المعذرة إذا يعني ما رح أتذكرها لأنه مثل ما قلت من استخدم هذا النظام ببريطانيا بس اللي أذكر أنه الدرجة الفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية أنه واحدة من الدرجات أنه الهوس ما يكون جدا شديد فيعني مو يعني الإنسان يفقد يعني تماما وعيا أو اتصاله بالحياة ويصير يعني يصير عندها لاوس وكذا فهذا هو الدرجة الثانية اللي هو يسموها الـ Hypomania بينما الدرجة الأولى اللي هي يصير بها المينيا يعني الهوس الشديد اللي هو يعني خلاص يصير عندها لاوس وضلالات ويفقد الاتصال بالواقع تماما فالإجابة على سؤالك أختي نعم إذا ترك العلاج حتى لو ترك منظم ممكن أنه يصير عنده انتكاسات وممكن أنه يتحول من الدرجة الأولى إلى درجة ثانية لأنه مثل ما قلنا يعني هي هاي الدرجات وأنظمة هاي أنظمة وضعها الإنسان يعني هي موفة شيء يعني خليني نقول يعني كلش مثبت يعني على حسب التغيرات الكيميائية بالدماغ اللي تصير بالضراب ثناء القطب فبالتأكيد ممكن أنه تصير عند المريض ترجمة نانسي قنقر